الحمد لله الذي رضي عن عباده من يسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضب دع عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرف تعين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به وداع إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد أيضا ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة الرحمة وفريق العمل إتاحة هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسنتهم ما زلنا في ذكر بعض الخواطر الإيمانية المفيدة فمن هذه الخواطر الإيمانية ما جاء في قوله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فلما أتت محمد ابن منكدر الوفاة أخذ يبكي بكاء شديدا فأحضروا له أبو حازم الزاهد فسأله أبو حازم عن سبب بكائه فقال له سمعت الله عز وجل يقول وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب فأخذ أبو حازم يبكي معه فقالوا أتينا بكاء من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه فأخبرهم بما قال وهذه الآية الكريمة ما للسلف فيها أقوال قيل نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل الرياء كما قال بعضهم ويل لأهل الرياء من هذه الآية وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال بعضهم عملوا أعمالا فظنوا أنها من الحسنات فكانت من السيئات فبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لأن كل عمل يكون بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فقيل نزلت في أهل الرياء هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل البدع الذين رينت لهم أعمالهم وأهوأهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالخوارج كانوا أكثر الناس ذكرا لله عز وجل حتى قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإن نفس السلام لا يخاطبنا نحن في ذي الزمان ولكن يخاطب الصحابة الكرام يقول لهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكالذي يمر على معسكرات الخوارج يسمع تلاوة القرآن كطنين النحل ويروى أن أبا ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه لما أراد قطع يده لم يجزع ولما أراد قطع رجله لم يجزع ولما أراد قطع لسانه جزع وقال لا أحب أن أبقى ساعة في الدنيا بغير ذكر الله عز وجل فبعد أن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادة والطاعة قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فكلما ازداد صاحب بدعة اجتهادا يزداد من الله عز وجل بعدا فهو يحسن الظن بأعماله وقد يبذل نفسه وكانوا يسمون أنفسهم بالشراء الشراء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل لأن البيع يطلق على الشراء والشراء على البيع فهم يسل عليهم جدا إلى عملية الانتحارية ويبذل نفسه ولكن للأسف ليس يعني في الموضع الذي ينبغي أن يبذل نفسه فيه وأيضا كانوا يدعون يعني أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ما وجهت سهامهم إلى اليهود ولا إلى النصارى ولا إلى غيرهم ولكن كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذا لأنهم حرموا من التوفيق وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فقيل نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل البدع الذين زينت لهم أهواؤهم وبدعهم قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أناس أتوا بذنوب كثيرة عظيمة ولكنهم أثقلوا ظهورهم بمظالم العباد فهم يحسنون الظن بحسناتهم وهم غافلون عما وقعوا فيه من مظالم العباد كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لا يملك شيئا قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار فيبدو له من الله عز وجل ما لم يكن يحتسب فهو يحصل الظن بحسناته وغافل عن المظالم التي وقع فيها لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أداء المظالم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلم مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات يعني من ظلم أحد بأخذ ماله أو قوة في عرضه فيتحلله في الدنيا قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة والعملة الصعبة ليست الدولار ولا اليورو ولا الريال السعودي ولكن العملة الصعبة هي الحسنات في يوم تعز فيه ويصع فيه أن يحصل على حسن واحدة أو أن يتخلص من سيئة واحدة فقيل نزلت في أصحاب هذه المظالم هذه الآية الكريمة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أهل الغرور والأماني الباطلة الذين أوقعهم الشيطان في الذنوب والمعاصي ومد لهم حبال الأماني والغرور يقولون إن الله غفور رحيم كما قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقال نحن نحسن الظن بالله ولو أحسن الظن لأحسن العمل فحسن الظن يستلزم حسن العمل ولذلك أبو سراج لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فهذا حسن الظن يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطمع في رحمة الله عز وجل بل قال له فعني على نفسك بكثرة السجود سنحسن الظن ويطلب الفردوس الأعلى من الجنة ولكن مع ذلك يجتهد ويتقرب إلى الله عز وجل لا يكون مفرطا يترك الصلاة ولعله لا يصوم في رمضان وعنده استطاع الحج ولا يحج ويقع في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ومع ذلك عنده أمل أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فهذه أماني وهذا غرور من الشيطان فهو يقع الإنسان في المعاصي ويامد له حبال الأماني والغرور فنقول نزلت في أهل الأماني والغرور هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أناس عملوا ذنوبا وظنوا أن هذه الذنوب من الصغائر فكانت من الكبائر فبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لأن المخياس التحقيل والتعظيم مخياس نسبي يقول أنا صدي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقات أي من المهلكات فأناس يقول للتابعين الجيل المفضل الثاني إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات وورد عن ابن مسعود يعني موقوفا على ابن مسعود في صحيح البخاري قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه ما قال شجرة أو منزل لأن من وقت عليه شجرة أو منزل هناك احتمال للنجاة ولكن من سقط عليه جبل ليس هناك أي احتمال للنجاة فقال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه وإن الكافر أو الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على أن فيه فقال به هكذا فطار يعني المؤمن لأنه يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله إنه من تقوى القلوب ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه فالمؤمن لأنه يعظم شعائر الله كما قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيد وذلك بعض العلماء قالوا سائر الذنوب كبائر نظروا إلى أنها معصية لله عز وجل ولكن طبعا صحيح أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر لقوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فنقول بالنظر إلى من عصى العبد العظمة الله عز وجل فبعض العماء قالوا سائر الذنوب كبائر فنقول مخياس التعظيم والتحخير مخياس نسبي ولذلك الصحابة الذين تناقلوا حديث الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات قال عز وجل استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مجرد نخل الكلام وأخبار الفواحش خاصة على المبرأة من فوق سبع سماوات فقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فمع أن الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وبعضهم يعني ظن أن تناقل هذا الكلام أمر هيا والله عز وجل يقول وهو عند الله عظيم في أن بغي أن نعرف أن مخياس التعظيم والتحخير مخياس نسبي فقيل هؤلاء الناس عملوا ذنوبا وظنوا أن هذه الذنوب من الصوائر فكانت من الكبائر فبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أناس أتوا بذنوب مكفرة يعني وقعوا في الاستهزاء بشرع الله عز وجل أو كان يسبوا دين الله عز وجل وهو ما ذلك يصلي ويحج ويصوم أظن أن هذا أمر هيا مع أن يسب الدين كفر وخروج من الملة وكذلك الاستهزاء بالشرع كفر وخروج من الملة فهؤلاء لا ينتفعون بهذه الأعمال التي عاملوها لأن من يكفر بالإيمان فقد خبط عمله فهو لا ينتفع بهذه الحسنات قيل أيضا نزلت هذه الآية الكريمة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون في أناس عملوا يعني ذنوبا هي أكبر من حسناتهم كما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات أيضا تذهب الحسنات وليس كإذهاب الكفر للإيمان ولكن يتعطل انتفاعه بهذه الحسنات حتى يخضي ما عليه من عقوبة هذه السيئات كالمتبرجة مثلا تظن أن أمر التبرج أمر يسير ولكن لو جمعة الحسنات التي تأخذها في صلاتها وصيامها قد لا يفي بمشوار أو مشوارين وهي متبرجة كان فتنت من الشباب وهي متبرجة أو الذي يستهدئ بالشرع أو الذي ينشر الفواحش ويحب أن تشيع الفواحش في الذين آمنوا فنقول يعني عملوا ذنوب وهذه الذنوب يعني أكبر من الحسنات التي يعملوها فخيل نزلت هذه الآية في أناس أتوا بذنوب كثيرة وهذه الذنوب كانت أكثر من حسناتهم فلذلك بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فهذه الخاطرة الأولى الخاطرة الثانية وهي بعنوان من الغرباء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث يعني مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء وطوب يشجر في الجنة ففي بعض الروايات في غير الصحيح قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النزل من الخبائل يعني من خبيل الرجل والرجلين وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من عصاهم أكثر ممن يطيعهم وفي رواية أيضا قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس حافظون على صلاحهم والتزامهم وطاعتهم لله عز وجل إذا فسد الناس وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الفررون بدينه من الفتن وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفتد الناس بعدي من سنته فهذه بعض روايات للحديث يعني في غير الصحيح تبين صفة هؤلاء الغرباء والإمام الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الرجل أو رجلين يعني أمة الإسلام كثيرة اثنين مليار ولكن كم فيهم من الشيعة ومن الصوفية ومن المفتون بالشبهات أو الشهوات والذي يعني يبقى على السنة وعلى أخيات أهل السنة وإذا كانوا قليلا في العهد الأول كما كان الحسن البصري يقول أصحابه يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا فإذا كان هذا في زمن الحسن البصري فكيف بزماننا وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها وقال سفيان الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء فالغرباء هم أهل السنة والجماعة وقال يوسف ابن أصباط إذا بلاك عن رجل بالمشرخ أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام وإذا بلاك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجماعة فنقول غرباء يعني هنا هم أهل السنة والجماعة وهذا يوافق النصوص الأخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فلا شك أن الغرباء هؤلاء هم الطائفة الظاهرة وهم أيضا الفرق الناجية لأن النفس السلام لما أخبر عن افتراق الأمة وقال وستفترق أمتي إلى 73 فرق قال كلهم في النار إلا وحدة قالوا من هم يا رسول الله في رواية قال هم الجماعة وهذه رواية مجملة أي جماعة سن لو يعني في إيران الجماعة شيعة لو في عمال الجماعة إباضية بعض الأمة التي تنتشر فيها الصوفية فالجماعة صوفية ولكن لا شك أن النفس السلام أرد جماعة معينة لها عخيذة وحدة وأولى ما فصر به الحديث الحديث ففي رواية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأرد بالجماعة جماعة الصحابة كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صعود إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول فإن نفس السلام أشار يعني إلى المحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة وفاهم أهل السنة والجماعة للإسلام وأشرت فيه يعني خاطرة يعني سابقة يعني إلى يعني أن الأمة لما افترقت في آخر عص الصحابة وظهرت البذع كان لابد لأهل حق أن يتميزوا بإسم وأن يتميزوا بمنهج فقيلهم أهل الأثر هم أهل الحديث هم أهل السنة هم السلفيون هم أنصار السنة فهذه مسميات لمسمى واحد وجدد الغبار يعني عن عقيدة أهل السنة علماء مجددون زي الشيخ الإسلام تيمية مثلا محمد بن عبد الوهاب يعني كل مائة سنة يعني الله عز وجل يعني يجدد للناس يعني أمر دينها قالوا نظرنا في المائة الأولى وجدنا عمر بن عبد العزيز مات سنة مية واحد وفي المائة الثانية الإمام الشافعي كان يقال عنه ناصر السنة مات سنة مئتين واربعة وهكذا على كر العصور والدهور يظهر علماء مجددون ولكن هؤلاء العلماء لنأخذ بكل كلامهم فالألباني من علماء السلفية والشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء نحن لا نفعل كما يفعل بعض الناس في الجماعات الدعوة الموجودة أنه كل ما قاله هذا الإمام يأخذون به هذه المنزلة ليست لأحد بعد رسول الله سلم فالشيخ الألباني يأخذ منه ويطرك وشيخ ابن باز وغيرهم من علماء الأم المجددين ولكن الذي نأخذ كل ما قاله وندع كل ما خلفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك هم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي كل أناس بإمامهم يعني يوم القيامة يناذى يعني على كل جماعة من هذه الجماعات الدعوة الموجودة بإمامهم فهؤلاء ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذون كل كلامه ويدعون ما خلفه ولكن علماء السنة في كل عصر وفي كل مصر فهؤلاء يأخذ من كلامهم ويطرك وكل كلام خالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط ولكن لا نضرب بالعالم نفسه عرض الحائط أنه ليس معصوما ولكن يعني علماء السنة معروفين فنقول السلفية هي لامتداد الصحيح للإسلام وإيها الفهم الصحيح للإسلام خلاف ما أراد أن يروج له البعض من أن السلفية يعني تشبه يعني طرق الصوفية أو جماعات الدعوة الموجودة فهي الحفاظ على عقيدة آل السنة وذلك الإمام أحمد لما نصر يعني السنة ونصر عقيدة آل السنة والجماعة ووقف كالطوض الشامخ وسجن يعني 28 شهر وضرب أكثر من ألف صوت على أن يقول بأن القرآن مخلوق وأبى يعني لأنه لو زل الإمام أحمد لزل خلفه عالم فإذا زل علم زل خلفه عالم فاستحق أن يسمى بإمام أهل السنة والجماعة فنقول يعني هذه السلفية وهؤلاء الغرباء هؤلاء الغرباء ينخسنون إلى قسمين يعني قسم يحافظ على السنة في نفسه يحافظ على العقيدة الصحيحة والسمة الظاهر والأذكار الواردة والسنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يحمل عبء الدعوة ويصلي في الجماعة ويلتزم بالهدي الظاهر والعقيدة الصحيحة ولكن هناك فريق آخر هم الذين حملوا عبء الدعوة إلى السنة ونشر السنة يعني بين الناس والوقوف لأهل البضع فالصنف الأول الذي حافظ على السنة في خاصة نفسه أشير إليه في بعض روايات الحديث أن الزعم للقبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس الفررون بدينهم من الفتن والقسم الثاني الذي حمل عبء السنة من الغرباء أشير إليه بقوله في رواية الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنته فهم يعني يواجهون أهل البضع ويردون على البضع ويحاربون البضع وينشرون السنة وكذلك ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم وإليهم أيضا أشار أمير المؤمنين علي أبي طالب رضي الله عنه في حديث كوميد بن سياد عندما قال اللهم بك لن تخل الأرض من قائم لله بحجة لألا تبط الحجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفعوا الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظر أهم ويزرعوها في قلوب أشبائهم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود وحفة الجنة بالمكارب وحفة النار بالشهوات يقول فاستلانوا ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك هم خلفاء الله في أرض ودعاته إلى دينه فهؤلاء القسم الأشرف الذين حملوا عبء السنة فهذه خاطرة بعنوان من هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء معنى خاطرة ثلاثة مهمة جدا خاصة في هذا الزمن يقول الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر أكثر فساد القلب من تخليط العين يعني القلب يفسد أكثر من يفسد القلب تخليط العين يعني نظر محرم ومدام باب العين موثقا بالغض مقفول يعني باب العين مقفول بغض البصر يعني سلم القلب من آفة فإذا يعني ذهب هذا التوثيق صار طير وربما لم يعد يعني الإنسان طالما كان يعني يغلق يعني هذا الباب ويغض بصره يعني عن الحرام فالقلب يظل سليم من آفة فإذا يعني فتح هذا الباب باب النظر فيقول لم يسلم القلب من آفة وابن القيم أيضا يقول كلام قريب من هذا الكلام يعني في نفاسته وفي أهميته خاصة ونحن في زمن الشهوات ويسهل على الناس الآن أن يروا يعني ما يريده بحسب الشهوة وبحسب البعد عن شرع الله عز وجل من الصور المحرمة أو غير ذلك فيتأكد هنا يعني غض البصر الإنسان يعني يشتهد في غض البصر كلهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فكان غض البصر وسيلة إلى يعني حفظ الفرج ولذلك قيل ألم تر أن العين للقلب رائده فما تألف العينان فالقلب ألفه فكأن القلب يرسل العين فإذا استحسنت العين ألف القلب وكما يقول نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وطر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على خطر يصر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عدى بالضرر وقال بعضهم يا راميا بسهام النحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الطرف يرتاد شفاء له طويق إنه يأتيك بالعطب يعني كأن الذي ينظر يرمي بساهم هذا الساهم لا يصيب الذي ينظر إليه بال يصيب يعني قلب الناظر يا ناظرا بسهام اللحظة مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي ما تصبش لهدف فنقول يعني غض البصر يعني مهم جدا يعني في هذه الأزمنة وفي كل الأزمنة طبعا لكن يتأكد مع انتشار الشهوات وكثرة الصور العريات والمتبرجات ابن القيم يقول إذا عرضت نظرة محرمة فاعلم أنها مسعر حرب يعني مثلا لو شيطان وسوس له أن ينظر إلى شيء حرام وإلى صورة يعني محرمة يقول فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بكل المؤمنين يعني الحرب دي يعني إلجأ إلى كل المؤمنين يغضوا من ألصارهم يسلم القلب يعني من آفة وكفى اللهم من القتال يعني إذا لم تلجأ إلى غض البصر فأنت مقبل على يعني معركة لأن الأمر لا يقتصر على مجرد النظر لأن هذا السهم إذا دخل في القلب فإن الشيطان يدخل خلف هذا السهم أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي يزين صورة المنظور إليه واجعلها صنما يعكف عليه القلب وقد يحرك الجوارح بعد ذلك للمعصية فإذا يعني عرضت نظرة محرمة فاعلم أنها مسعر حرب من تداخل على معركة فاستتر منها بكل المؤمنين تسلم يعني من السهم وكفى الله المؤمنين القتال فإنسان يغض بصره مجرد يعني أن تبدو له صورة محرمة أو أنه يوسوس له الشيطان بنظرة يعني محرمة كما قال إنه أسلم إصرف بصرك والنظرة ساهم اسمه السلام إبليس يعني من تركها مخافة الله عز وجل أبدله الله عز وجل حلاوة يجدها في قلبه فهذه خاطرة يعني في أهمية غض البصر فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الخباطة الإيمانية أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على محمد على آله وصحبه وسلم تسليما